وعلشان انا من عشاء الكيك كان لازم اشارك معاكم اسهل والاز وصفة كيك ممكن تجربوها في الحقيقة الجو اخيرا الشنسة ظهرت فكان لازم اعمل كيك واخد بناتي وننزل على طول فكانت الكيكة دي هي الكيك المنكز اللي بتعمل بمنتهى السهولة كيك سهل جدا ومنتهى السهولة وكمان سريع جدا وهتعمله بكل بساطة يلا بينا بسرعة نشوف ايه هي كيك المستعجلين اللي هيتعمل بمنتهى السهولة اول حاجة هنختار الصينية اللي هنستخدمها لازم تكون صينية فتحة ودي عشان تاخدوا احسن نتيجة وطبعا ده هنتهى بالزبدة او بالسمنة وشوية من الدي كده الصينية جاهزة تاني حاجة المكونات الجفة انا استخدمت كباية وكباية كمان الا معلقة يعني المجموعة كبايتين الا معلقة صغيرة من الدي ايه يكون مخصص للكيك وكمان معلقة من النشا وكمان معلقة من البيكنج بودر هيا دي كل المكونات الجافة اللي هنستخدمها ولازم نتأكد ان احنا قلبناهم كويس جدا عشان كل المكونات تختلط ببعض وبالنسبة لمكونات السيلة هنحتاج اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة يكون بيض وسط لو هتستخدموا بيض كبير يبقى ثلاث بيضات بس وعليهم كباية من السكر الابيض ومعلقة صغيرة من الخل وكيس من الفانيليا البودرة او ممكن فانيليا سيلة المهم ان كل المكونات دي هنضربها كويس جدا جدا لحد القوان بتاعها لما يبقى تقيل وكمان اللون الاصفر الغامق يتحول لاصفر فتح وكمان هنحتاج معلقة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة من الزبادي الزبادي بيطر جدا الكيكو بيديله نتيجة فعلا هيلة وبعدين هنضيف نص كباية من الزيت اي نوع زيت نباتي عندكم نص كباية وهنضيفه واحدة واحدة بعد ما خلصنا كمية الزيت هنكون محضرين كباية اللي ربع من اللبن يكون دفي وهنبدأ نضيف اللبن بالتناوب مع الخليط الجاف واحدة واحدة يعني شوية من الدقيق مع البيكين باودر والنشا وشوية من اللبن لحد ما قام الكيك يكون وسط ولا هو تقيل ولا هو خفيف وبعد ما خلص خلطنا كل المكونات وتأكدنا ان الجوانب اختلطت بكل الخليط هنكون محضرين اللصانية الجميلة بتاعتنا ونضيف عليها 3 اربع كمية الخليط وبعدين هناخد ممكن تستكفوا بالخطوة دي بس انا في الحقيقة كنت عايزة اعمل شكل حلو كده في الكيك اكتر فاخدت معلقتين من الكاكاو الخام وضفت عليهم معلقتين زيهم من اللبن عشان اعادل بس القوام بتاع الكيك يبقى كله نفس القام الخليط اللي هو بالتشوكلت والخليط اللي هو بالفانيليا وابتديت اضيف الخليط اللي بالتشوكلت وابتديت اعمل اشكال كده علشان اخلي خليط الكيك الجميل بتاعنا يبقى شكله مغري اكتر في الاكل بس وابتديت اخبطها خطتين تلاتة علشان اتأكد ان كل مسامات الكيك تبقى واحدة ما تبقاش في مسامات كده تبقى كبيرة قوي ودخلتها الفرن على درجة حرارة 170 اخدت في الفرن حوالي 35 دقيقة وصدقوني اول ما تخرج من الفرن هتاكلوها وهي سخنة هتكونوا محضرين الشاي الجميل بتاعكو او القهوة وهتستمتعوا باجمل وقلاز كيك ممكن تجربون وبس كده خلاص خلصت وصفة النهاردة اتمنى وصفة الكيك تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا كل الاسرار وتفاصيل علشان تعملوها بمنتهى السهولة في البيت ويا ريت لو عجبتكم وصفة الكيك تضسوا لايك ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة بسرعة تحت اشتركوا في قناتي علشان يصلكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي